الإنسان المسلم والإنسان الهندوسي والإنسان السيخي والمسيحي إنت لو تروح مثلاً بريطانياً تمشي في الشارع تشوف سيدة محجبة تعرف أنها هي مسلمة تشوف واحد ملتحي بسمة معين تعرف أنها هي متدين عايش في البيئة جنبه واحد لابس العمامة سيخي ولاف شعرة وكذا إلى آخر وراكب في الباص جنبهم واحد ثاني لابس شورت وجالس في الباص وشكله ما لا علاقة بالأديان شوف واحد لابس صليب وجالس في هؤلاء الناس من الذي جعلهم يتعايشون في هذه البيئة ولا تتأثر هوياتهم الخاصة هذا ما كان يقول أبو العلي الجبائي كبير المعتزلة في عصره قيل له ما دار الإسلام قال دار الإسلام حيث أقيم شعيرتي وهقول رأيي غير خائف وهو اشترط عنصرين على أساس موجودين في المجتمع أن المجتمع الإنسان يصبح مسلما ولذلك الصحابة هاجروا من مكة إلى الحبشة وجلسوا في الحبشة لأن فيها هاي الميستين أنهم يقيمون شعائرهم وأنهم يقولون رأيهم غير خائفين القرآن الكريم نفسه يتكلم عن هذه الخلطة لا ينهاكم الله على ذلك لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله على الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم أن تولوهم إذن بإمكان أي إنسان مختلف سواء كان مسلم أو غير مسلم أن يعيش في بيئة يتوفر معاه حسن الخلق وتوفر العدالة القانونية أن يتساوى بالآخرين من ناحية العدالة هذا مطلب الإنسان المسلم لو راح للصين أو لا راح لأمريكا أو لا راح لغيره ومطلب الآخرين لو جوا عندنا فالمجتمعات تستطيع أن تعيش أنصح التعبير دون أن تمس هويتها الدينية بشكل من الأشكال بهذه الحدود التي تكلم عنها البر والقصط واحترام التعاقد